تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف تضمنت الكشفة عن الهدف الرئيسي لجميع اتفاقيات إدلب المؤقتة تمثلت في القضاء على بؤرة الإرهاب في سوريا بشكل عام ومنطقة إدلب بشكل خاص وتدمير المسلحين الذين لا يلقون أسلحتهم هناك معربا عن أمل موسكو في أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقات بحذافيرها وفي مقابلة له على هامش المنتدى الدولي حوار الحضارات أعلن عن استمرار الاتصالات والعمل مع الشركاء الأتراك وفق اتفاقيات السابع عشر من سبتمبر نظرا لحاجتهم في توضيح تفاصيل من قواتهم الذين هم على اتصال وثيق مع أنقرة معربا عن أمله بأن كل شيء جرت توافق عليه في مذكرة سوريا متنفيذه وشدد بوغدانوف على أن اتفاقية إدلب مؤقتة وهدفها النهائي هو القضاء على بؤرة الإرهاب في سوريا بشكل عام وفي منطقة إدلب على وجه الخصوص مؤكدا بأن الإرهابيين الذين لم يلقوا أسلحتهم والذين يواصلون الهجمات إما يتم القبض عليهم أو يجب تدمرهم وتخشى بعض المجموعات الموجودة في إدلب أن تضحي تركيا بمزيد من الأراضي إذ لا تزال تعارض بشدة وجود أي نوع من قوات المراقبة الروسية وكان وزير الخارجي روسي سيرغي لافروف قد أكد بأن الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب يهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء على تحدي الإرهاب وهو خطوة مرحلية لأن الحديث يدور فقط عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وأن الاتفاق يقضي بانسحاب جميع مسلحي جبهة النصر الإرهابية من المنطقة منزوعة السلاح حتى منتصف أكتوبر المقبل الله أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر